فيه تعادلات كتير جدا في الجولة 19 يعني مجموعة كبيرة من الماتشاط اللي انتهت بالتعادل 6 ماتشاط انتهوا بالتعادل دي يعني ملاحظة كده لاحزناها في ماتشاط الاسبوعي الجولة دي بالذات يعني الاسبوع ده خلي بالكوا تلعب 8 ماتشاط مش تسعة انه ماتش الزمالك وسيراميكا تأجل عشان الزمالك كان في ليبيا وهيسافر تونس عشان ماتش الترجي فملعبش الزمالك الاسبوع ده فتلعب 8 ماتشاط بس في الجولة 6 ماتشاط منهم انتهوا بالتعادل 6 ماتشاط 4 ماتشاط كمان تعادل سلبي يعني فيه ماتشاط ما دخلش فيه اهداف خالص لها مباراة امبي وطلاع الجيش حرص الحدود وفاركو المقاولين وفيتشر المصري وبيراميدز وماتشين انتهوا بالتعادل الايجابي اللي اسمعيني مع المحلة واحد واحد والبنك الاهلي مع اسموحة اتنين اتنين الفوز اللي كان في الاسبوع ده كان النادي الاهلي المكسب اسوان النادي الاهلي كسب اسوان واحد صفر والاتحاد السكندري كسب الدخلية يعني ماتشين من اصل 8 انتهوا بالمكسب الاتحاد السكندري كسب الدخلية في السويس اتنين واحد والاهلي كسب اسوان 3 صفر والست ماتشاط المتبقية كلها تعادلات اربع ماتشاط تعادل سلبي وماتشين تعادل ايجابي اللي هو ماتش الاسمعيني والمحلة وماتش البنك الاهلي وتسموها كان التعادل الإيجابي 2-2